يعني والمشكلة يعني فأتكلم بمنتاز شفافية ويعني إن شاء الله ما تزعوا مني لما تأتي الفانشستاتات هذه وتقوم بالتصوير مثلا عطور بخور كذا وتخرج بأحلى زينتها وتنتقل يعني عندي تقرير كالآتي من دولة عربية دون ذكر أسماء لأنه للأسف الموضوع فيه حياء قليلا في أحد الدول العربية تتعمد تلك النساء في السناب شات وغيره وسال التواصل الاجتماعي من إظهار جزء القدم أو أن تضع خلخالا بقدمها وأن تبرز زينتها أو أن تبرز مفاتنة جسدها وهي تقوم بالترويج للسلعة بل أصبح من تلك النساء من تحاول أن تصبح عرض أزياء أيضا حتى للشباب وتخرج بكامل زينتها وتخرج بأحلى حل لها مما تثير شهوة الشباب فيصبح الشاب المتزوج يقوم بالمقارنة بينها وبين زوجته وأيضا أوضح تقرير في أحد دول العربية أن أكثر من سبعين بالمئة من الفانشستاتات هذه تتعمد إثارة غرائز الشباب وذلك لزيادة عدد المتابعين لزيادة عدد المتابعين لها وترويج السلعة التي تقوم بالإعلان عنها وأيضا كثير من النساء كثير من النساء كانت أحد أسباب الطلاق هو تعلق الأزواج بتلك النساء تعلق الأزواج بتلك النساء وأصبحت مقارنة الزوج لزوجته عن طريق النساء المشهورات هذه لازم أكتبها شو اسمها؟ الفانشستاتاتاتاتاتاتي أعطيني اسم الفانشستة 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 خلص الفانشستة الله يفنش عدوها المهم هي فأصبحت مقارنة الزوج لزوجته بغيره من النساء اللي هو الفانشستة عندما يشعر بالإهمال سواء بمنزله أو حتى في شكل زوجته ثم يتفاجأ حينما يقوم بفتح وسائل التواصل الاجتماعي أن يرى فتاة بأحلى حلة وأحلى زينة مما يثير غرائز هذا الشاب وحول هذا الموضوع بيّنت أخصائية الاستشارات النفسية والزوجية الدكتورة كذا كذا أن أسباب عديدة تستدعي أن الزوج يقارن مع زوجته بما يعرف بالفانشستة كأن تكون أولا مهملة لشكلها لجسدها وبالتالي يصبح هذه المقارنة توصيل عدد رسائل لتعتني بنفسها وأيضا أوضح في إحدى قضاء الشرعيين أن أغلب شكوى السيدات في رفع الخلع هو تعلق الزوج بالمشاهير الفانشستة وأيضا أصبحت الفانشستة عبارة عن قطب يجذب له جميع الأزواج الشابين وعندي أيضا يقول أحدهم يقول أنا وقعت بالمقارنة ولا أستطيع أن أتجاهل المقارنة حينما أرى إحداهن بكامل زينتها وزغرفها بل وتضع مساحيق التجميل بطريقة تثير الغرائز فأنا لا أستطيع أن أتوقف عن مقارنتها بزوجتي مما يجعلني أصد عن زوجتي ويعني كلام ما يصلحا يقال ما يصلحا يقال فما أدري هذه المشكلة إلى أين الإعلام الحديث يتجهل الآن الإعلام ليس فقط راديو وعندي تقارير بخيفة وفيها قلة أدب عندي مسألة الإعلام سابقة راديو تلفاز الآن السناب إعلام تفتح تحصل هذه التعلن وحدة تصور نفسه ويتركب الخيل فرحانة بالسناب والآن السناب لا يوجد خصوصية بالفلو فقط مثلا تركب الخيل بكامل زينتها وتعلن عن سلعة مثلا تعلن عن سلعة وأخرى يعني تقوم بلبس ملابس فاتنة وتقوم أيضا بتعرض سلعة وهي تلبس ملابس فاتنة ناهيك عن الكلام المميع أثناء تسجيلها لهذا الفيديو مما يثير غرائز الشباب لأن الشباب يرونها في قمة يرونقها وشبابها ألا ترى معي أن الضغط زاد على رب الأسرة يعني فعلا الضغوط زادت على رب الأسرة بمعنى في العمل يتعرض على الزوجة ألا ترى معي أن الضغوط زادت على الزوجة لا حسني زادت لا تزر راسك من بعيد زادت يعني مسكينة أول شيء ويلها عيالها ويلها تربية عيالها ويلها الاهتمام بزوجها وتهتم بنفسها وفي شكلها وبخور وعطور وموعيد صالون ومعرف إيه وابن هذا مرض وفوق هذا الأخ يتابع لي فانشسته ويقارن أي والله العظيم شيء جلط تصور أنت أنت زين أنت حوسني تعال تعقف ليه رب أنت بس ألك سؤال أنت لو تحمل تسع شهور شو صير فيك وترضع لا لا بتكلم بصراحة إحنا بس نتكلم إحنا رجال رجال ما نريد أن نصر ذكورة أنا صغار لين تموت اسمع الحين إنت لو الله يرزقك تحمل ست شهور تسع شهور وترضع وتهتم بزوجك ومعرف إيه وترتب وتطبخ وتروح لعمل وترجع لعمل وبخور وكذا وآخر شي تشوف زوجك هذا إذا أنت حرم مثلا يتابع لي وحدات تبيع عطور وفرحان فيها تزعل ولا ما تزعل الحين ترى بستو معك داعش الحين كيف عادي أنت تستفزني مثلا لا يعني بصراحة الضغوط زادت على المرأة نحن لازم نعينها ما نكون ضدها أعلم هناك ضغوط على الرجل لكن بنات الفانشستة هذه لابد من وجود قوانين تحجم تقوم بتحجيمهن لأن هي ليس لا تعرض سلعة فقط لا تقول أنا التابع ولا التابع هذا أصبح الكل يتابع لإعلام فضاء الآن وأصبح السناب مثلا يعرض المشاهير هكذا بدون متابعة تراهم أمامك الآن فالآن أنت ما ترى معي أن الموضوع زاد عن حدي الآن أصبح ليريد يصير مشهور يعمل حركتين قذارة الناس التابعة ثم أفجأة يصبح فانشستة صح ولا لا كل يوم كل يوم اطلع لنا واحد يأتي بأم العيد صح ولا لا يعني قبل مدة ما أعرف هذه ما أريد أفتح الموضوع لأنه لو فتحت الموضوع ما أسكت وقبل مدة ما أعرف واحد يعني أشياء ما تقال أنا ضد تشيير وضد نتكلم ب يعني وآخر شيء شركات شركات تركض وراءهم تشوف شركة ما أعرف ما أريد أذكر سيما تركض وراءهم وآخر يحط صورتها وآخر هيد أن شولدرز ومعرف يا أخي عيب والله العظيم بعض المؤسسات التي تفعلها عيب ما يصير أنا أصبح ابني يرى إذا أصبح مسخرة وقليل أدب أو بنتي إذا أصبحت فاتنة مغرية ها الشركات تتركض وراءها زين وين القدوة وين القدوة بينما المثقفين العباقرة أصحاب الفكر هؤلاء تقوم الشركات بإهمالهم بإهمالهم كم مرة شركة اتصالات مثلا قامت بإتيان برجل مثقف تكلم على الإعلان عنها أنا أتسأل كم مرة شركة اتصالات فعلتها كم مرة شركة دو فعلتها كم مرة دائما يأتون لا أقول اتصالات دو لكن بعض الشركات تأتي بامرأة أو فتاة ما علمنا منها لقلة الأدب وتقوم بعرضها كقدوة لابنتي كأنهم يقولون لبنتي كوني مثلها تصلين للشهرة ويأتون بآخر يقلد النساء وقليل أدب ثم يصنع لهم إعلان يأخذ الألوفات ومئات الألوف كأنهم يقولون لابني كن مثله ها كن مثله تصبح مشهورا إذن أنا الآن أنت مجتمع تطالبني أربي بولدي والطالب يعتنب بولدي والطالب بولدي يطلع محترم والطالب بولدي يطلع ما يسوي جرائم والطالب بولدي يكون رجل والطالب بولدي يكون يعني جندي لوطنه وفي المقابل أرى أنه لا يصعد إلى الشهرة إلا المميع إلا قليل أدب إلا الذي يتشبه بالنساء إلا المرأة الفاتنة التي تغري والتي تثير مفاتنها والتي تتدلع وتتغنج على وسائل التواصل الاجتماعي أنا في أي تناقض الآن أعيش أنا للسؤال أسأل ثم نطالب نسأل نتساءل نقول ليه نسب الطلاق مرتفعة زين قننوا السفيهات اللواتي يخرجن هنا وهناك والسفهاء لا تقول لي حن حرية التعبير هذه ليست حرية التعبير إلا أنه الآن يقتحم بيتي بقلة أدبه يقتحم تربية ابني بقلة أدبه يقتحم عقل زوجتي بقلة أدبه وأيضا يقتحم عقل الأزواج بقلة أدبها فلا تقول لي حرية التعبير أن تعرض رأيك لا أن تعرض جسدك هذا فرق كبير في حرية التعبير أن تعرض رأيك لا أن تعرض جسدك ثم نتسأل لماذا النساء تذهب ترفع خلع ليه عندنا تفكك أسري لماذا عندنا زين يعني الأزواج يا شيخ عقلهم صغير حتى يصدقون كل شيء يا أخي هذه غريزة موجودة في كل حي زين الأزواج عقلهم كبير عيالنا لما أنا ابني يتابع واحد مهزلة في الانستجرام ولا سناب شات ويشوف ثاني يوم يطلع يمثل مؤسسة ويمثل شركة إيه ابني يصدم أم لا أصبح عيالنا همهم يصبح فانشستا والله أصبح عيالنا الآن كيف أصبح مشهورا وبناتنا كيف أصبح مشهورا الوضع زاد عن حده صراحة زاد عن حده قبل مدة إحداهن قبل مدة إحداهن يعني قام الدنيا عليه ولم تقعد صورت نفسها بقمة مفاتينها وياتقف يعني ما أريدها حتى ما يعرفونها يعني عيب الذي يحصل الآن عيب ثم أنا أتسأل هؤلاء الفانشستا ما عنده أخ ما عنده أب ما عنده عيلة ما عنده عشيرة يقول عيب مثلا ثم أقول الآن هذا زمن ولا الحد يدخل في التربية لكن لابد من إيه لابد من قوانين وصل الأمر وصل الأمر صح واحد وزوجته يسوي إعلان وصل الأمر في الدول خليجية هو وزوجته يطلع هو وزوجته ويسوي إعلان وبغرف النوم وما عرف يا أخي بالله عليكم ارحمونا ارحموا رب الأسرة انتم تريدون مجتمع نظيف تريدون مجتمع مثالي تريدون مجتمع مؤدب أمسكوا السفهاء نعوهم لا هذا ليس لم يصبح جني أموال هذه أصبحت قلة أدب في وسائل التواصل الاجتماعي اعلن بسلعتك أنا لست ضد إعلان السلعة بالعكس اعلنها جزاك الله خير أستفيد في كثير من الشباب عندهم حسابات في وسائل التواصل الاجتماعي يعرضون السلع بمنتهى الأدب والرقي والله في كثير ناس عندنا في الدولة جزاهم الله خير يعرضون يا أخوان في السوق الصين يا أخوان فيه أبو ظبي أنا هؤلاء أحبهم لكن تهتي بتميع وتغنج ومعرف إيه وآخر يلبس لباس حرمة وإمرأة تعطي نصائح قلة أدب يشبهوش هذا صراحة فوضى أتمنى وجود قانون يكبح هؤلاء وقبل مدة واحد أتت يعني بالعيد لأنه لا يوجد قانون يضبط هؤلاء نعم من معين أخذ لك هذا شو تسوي يعني أخذها على الله وآخر شي يقول لك يا وسيم ربي ولدك كيف ربي ولدي